تعتزم السعودية استئناف إصدار التأشيرات السياحية بحلول مطلع العام الجديد وذلك بعد شهور من التعليق وسط قيود حكومية مشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا فتعد السياحة ركيزة أساسية في استراتيجية الإصلاح الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط السعودية التي فتحت أبوابها أمام السائحين الأجانب في سبتمبر أيلول 2019 بتدشين نظام جديد للتأشيرات للزائرين من 49 بلدا تهدف لإسهام القطاع بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالية بحلول 2030 وأغلقت السعودية حدودها أمام الحجاج والسائحين الأجانب من 25 دولة على الأقل وحضرت في مارس أدهر كل السفر من وإلى السعودية وحققت السياحة الداخلية نموا 30% على أساس سنوي وساعدت حملة الصيف بالسعودية على زيادة متوسط معدل الإشغال في الفنادق إلى 80% وروجت هذه الحملة لعشرة مقاصد سياحية من شواطئ وغابات إلى قمم جبلية ومناطق تاريخية كي يقوم المواطنون والمقيمون بزيارتها بدلا من قضاء الإجازة خارج البلاد وسجلت السعودية أكثر من 332 ألف حالة إصابة بمرض كوفيد-19 وما يزيد عن 4 650 حالة وفاة وشهدت معدلات الإصابة انخفاض مطردا خلال الأسابيع القليلة الماضية